السيد الوزر المحترم نحن على علم لصعوبة الضرفية وإمكانيات وإمكانة ضخمة التي يحتاجها المسرع وهو ما جاء في مضمون جوابكم الذي نتفق معه فيه جملة وتفصيلة إلا أننا نعتقد في فريق التجمع والوطن الأحرار أن جميع المعطيات والمبررات التي قد نخوض فيها للترافع عن هذا النفق أنتم على الإطلاع بها وتفاصيل أدق إلا أن الحاحن على هذا الموضوع بالدات وفي هذه الأون بالدات مصدره الأمال التي يعلقه المغاربة عموما والمواطنات والمواطنين بجهة درعة فلالت خصوصا على هذه الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش العملاق الذي سيغير من ملامح هذه الجهة ويفتح أفاق 200 بها على جميع المستويات ويعزز العدالة المجالية التي ننشدها جميعا ونناضل من أجلها كل من موقعه واتقات المواطنين الجهة في هذه الحكومة أيضا نابعة من اعتناقتهم عناقهم بكونها حكومة إنجازات وليست حكومة شعارات وأن مواطن هذه المنطقة ضاقوا درعا من التصريحات الجوفاء لوزراء السابقين بكون أشغال النفق ستنطلق مع مطلع سنة 2018 وأن التكلفة لن تتزاوز 8 ملايين درهم والعديد من الوعود التي ضلت حبرا على ورق وأنتم تعلمون السيد وزير المحترم أن تعطيل وتأخير تنفيذ المسروع يفضي إلى المزيد من التأويلات والأشعات وتضربها من قبيل وجود لو بجهات أو جهات معنية يقف وراءها عدم مباشر إنجازه لذا نطلب منكم وأنتم المعهود فيكم التواصل الشفاف تنويرنا بالمعطيات العلمية والدقيقة لإنجاز هذا الورث الكبير لأن المغاربة ضاقوا درعا بالوعود ويريدون مننا لغة صريحة واضحة وإنجاز في الزمن والمكان شاكر لكم هذا الوضوح وهذه الصراحة وقبل أن أختم لابد دستي الوزير أن الحكومة الآن أرد أن تكشف عن خطة عمل من أجل استطمار وقال يتشغيل بالنسبة لي نحن لما كنت أجد النفاق أنا لا أرى استطمار بجهات درعة فلال شكرا